كنت أقرأ في الهامش لو سمحت أريد أن أعيد أما إذا قال لإمرأتين له والله لا أقرب إحداكما يصير موليا من إحداهما حتى لو قرب إحداهما يلزمه الكفارة ولو لم يقربهما حتى مضت أربعة أشهر بانت إحداهما بالإله وكان البيان إليه يعني أي واحد منهما يريد وتقدير كلامه إن قرب إحداهما فعلي كفارة يمين ماذا تفسير هذا مع الذي في الأعلى الآن في الأعلى امتداءا قلنا هذا محمول حتى الكلام يكون كما في الذي قبله زوجته أجنبية حتى عندما مثل قال كما إذا قال لزوجته وأجنبية في الطلاق نفس الشيء فعلى نفس الترتيب الآن قال في بداية الكلام لا أقرب إحداكما لا يكون موليا ثم في نهاية الكلام قال فإن قرب إحداهما لزمته الكفارة والحنز فصار في تفريق الآن ما بين أن يكون إلاء أو فقط مجرد يمين مجرد يمين في الإلاء جعلناه التفسير إليه يحتاج أن كما في الأسف قال أن يبين أي زوجتيه حتى يقع عليها الإلاء حتى يقع عليها من جهة من جهة اليمين جعلنا أي قربان يحصل يتحقق سيكون عليه كفارة فلحظتم جعلنا فرق ما بين الإلاء في التفسير قال لا يكون موليا ثم فيما بعد قال من جهة اليمين إن قرب أي واحدة يكون عليه كفارة يمين أكل حال فكروا إذا واحد عنده سؤال يسأل ولو قال لهما لا أقرب واحدة منكما منكما كان موليا من امرأته لأن النكر في النفي تعم ولو قرب واحدة منهما حنث ما زال المثال في كما كان سابقا في زوجته وأجنبية واللفظ الذي قال له لا أقرب واحدة منكما منكما ففسرناه على أنه واقع على زوجته معنى هو قال للإثنتين والله لا أقرب واحدة منكما كان موليا لأن النكر في النفي تعم فصار عام بحيث أنه صار المقصود به الزوجة ولو قرب واحدة منهما حنث ولو قال أنت علي مثل امرأة فلان وقد كان فلان آلى من امرأته فإن نوى الإله كان موليا وإلا فلا بس هنا أراد فكرة جديدة أنه مثل هذا يعتبر كناية وأنه يعتبر لو قال لزوجته كما قال فلان ولم يذكر ما قال فلان مجرد أنه أراد ما قال فلان أو ما فعل فلان ممكن أن نوقحه على زوجته لكن نحتاج في ذلك إلى النية ولو قال أنت علي كالميتة ونوى اليمين يكون موليا لأنه بمنزلة الكناية أنت علي كالميتة يعني إذا أصبحت في ميتة ما معناه ما في قربان فكأنه قال لا أقربك أنسى أو عاملك كأنك ميتة ولكن اعتبرنا هذا كناية بحيث ينوي به اليمين الحلف فيه يكون موليا و يلزم كفار يلزم كفار ويلزم فيه وقوع الطلاق ولو أهلا من امرأتي ثم قال لأخرى أشركتك في إلاء هذه يعني قال للأول زينم مثلا زوجتي قال والله لا أقربك الثانية ما أعاد الجملة لها قال أشركتك فقط استخدم كلمة أشركتك في إلاء هذه لا يصير موليا بخلاف بخلاف الطلاق والظهار الطلاق يعني قال لزيد أنت طالق ثم قال لزوجة الأخرى أشركتك في هذا الطلاق والظهار كذلك الآن لأنه لو اشتركا في الإلاء يتغير حكم الإلاء وهو لزوم الكفار بقربان الأولى وحدها رأيتم لأنه صار كأنه ما مر معنا سابقا والله لا أقرب إحداكما فمن قربها إذا قرب واحدة منهما يكون واقع فصار هكذا وهو لزوم الكفار بقربان الأولى وحدها وإذا صح الاشتراك لا تجب الكفار ما لم يقرب هما ولا يمكن تغيير اليمين بعد انعقاده ولا كذلك الطلاق والظهار أكبر الكلام إذن هو في البداية قال والله لا أقرب كل واحدة فكان واقعا على واحدة إذا أشركنا الثانية معها إذا أشركنا الثانية إذا أشركنا الثانية معها الآن دخلت بحيث لا يقع الإلاء إلا بقربان من الاثنتين فهو في البداية كان الحل على واحدة إذا أقرب أي واحد منهما يجب كفار كفار يمين موضوع آخر الإلاء يتحقق بقربان إيش الثنتين فاليمين كان واقع على واحدة صار فيما بعد على ثنتين تغيير اليمين من واحدة إلى إثنتين هل يجوز هل يجوز التغيير فهنا يقول انظروا ولا يمكن تغيير اليمين بعد الإعقاد اليمين كانت منعقدة على واحدة فلا نحولها وتصبح منعقدة على إيه لا يصح تغيير اليمين في الطلاق في الظهار هذا الأمر لمعنى لا يضر كان طلاق واقع على واحدة ثم الآن سيقع على إثنتين يقع على الأولى ويقع على هذه فلا يضر هناك كأن الإلاء نفسه توقف في الطلاق سيكون على هذه وسيكون على هذه ولا ينتظر وقوع الطلاق على الأولى الثانية بخلاف القربان جعلناه والله وعلم إيش أنه لا يكون على نقلتها بطريقة مفصلة أكثر إن شاء الله تكون أسهل في المبسوط يقول وإن آلى من امرأته ثم قال امرأة أخرى قد أشركتك في إلاء هذه كان باطلا يعني لا نقبل هذا لأن الإشراك يغير حكم يمينه فإن قبل الإشراك كان فإنه قبل الإشراك كان يحنث بقربان الأولى وبعد الإشراك لا يحنث إلا أو لا يحنث بقربان الأولى ما لم يقرب هما صار متغير كما لو قال والله لا أقائه يعني لمين يغير حكم لا لمين ثبت بصورة لابد أن تطبق كما هي ولو صح منه هذا الإشراك لكان يشرك أجنبية مع امرأته ثم يقرب امرأته بعد ذلك فلا يلزمه شيء وبهذا فارق الظهار لأن أشرك الثاني لا يغير حكم ظهار الأولى بس الجملة الأخيرة كما أقول لكم يعني في الظهار والطلاق يعني وإن أشرك الثانية سيقع الطلاق على الأولى بدون توقف على الثاني فلم يتغير الحكم أما في الإلاء وجدناه يتغير بحيث لا يقع الإلاء على الأولى إلا إذا قرب الثاني بهذا المعنى وعن الكرخ لو قال لإمرأته أنت علي حرام ثم قال لأخرى أشركتك معها كان موليا منهما لأن إثبات الشركة هنا لا يغير موجب اليمين وهو إثبات الحرمة فإنه لو قال أنتما علي حرام كان موليا من كل واحدة منهما على حدة ويلزمه بوطء كل واحدة كفارة بخلاف قوله لا أقرب كما لأنه إيلاء لما يلزمه من هتك حرمة الإسم وذلك لا يتحقق إلا بقرب عنهما يعني بس هنا تفريق لو سمحتم من الكرخ أنه قبل قليل كنا يتكلم والله لا أقرب الحل في العادي لا يقع على إذا أشرك معه أخرى يكون باطلا لأنه في تغيير حكم إيش اليمين طيب لو استخدم لفظ آخر مش قال والله لا أقرب تستخدم لفظ آخر قال أنت علي حرام ثم أشرك أخرى معها في ذلك يقول هنا أنت علي حرام عندما أشرك معها أخرى لم يتغير موجب اليمين اللي هو مش والله صار موجب الآن التحريم وهو إثبات الحرمة ما تغيره فصار كأنه قال أنتما علي حرام فيكون الإله واقع من كل واحدة منهما على حدة يريد من هذا الكلام أن يقول أنه في علي الحرام سيقع على الأولى ولا يتوقف وقوع على الأولى ولا يتوقف وقوعه على الأولى بقربان الثانية فهمناها هذا معنى الكلام أما لا أقرب قلنا أصبح متوقف وقوع الإله على الأولى بقربان الثاني فقط هذه التلمة الفترة الرئيسية ولو قال إن قربتك فكل ما أملكه في المستقبل في سبيل الله تعالى فهو مول يعني علق القربان على جزاء وجزاء يعني كبير لأنه لا يقدر على الامتناع عن جميع أسباب التمليكات كالإرث إذ في الامتناع عن الجميع مشقة ومضر لأن كل ما يحصل عليه من مال في المستقبل سيكون ملكا لها فبالتالي أصبح عدم قربانها أفضل وأولى وعلى هذا لو قال فكل مرأة أتزوجها فهي طالق وبالتالي أي امرأة يتزوجها تطلق لكن قلنا يقع عليها طلقة واحدة فلو عاد وتزوجها مرة أخرى لا يقع الطلقة لأن كل تفيد العموم في الأسماء لا تفيد الأفعال وعلى هذا إذا علق وطأها بنذر جمل بعينه يعني صورتها والله أعلم إن قربتك فعلي هذا الجمل صدق هذا الجمل في سبيل الله جمل بعينه نفس الشيء لأبي يوسف ليش لأبي يوسف أنه يقدر على وطأها بغير شيء يلزمه أن يبيعه ثم يطأها سامحوني عندكم في عبارة ناخص أظم عندي وعلى هذا إذا علق وطأها بنذر بعطق بعينه كمل لأبي يوسف طب ما قال لأبي يوسف وين قول أبي يوسف في ابتداء في مسألة أخرى حتى أرى نقص وين هي المسألة لو سمحت وين ما شفته ولو قال لأننا في هذه المسألة التي نحن فيها لو سمحت طيب هم أنا قلوا على هذا فكل مرأة تتزوج فهي طالق على هذا لأبي يوسف لأبي يوسف في المسألة السابقة اللي هي أبي يوسف ولو قال إن قربتك فكل مملوك أملكه في المستقبل حر قال لأبي يوسف لا يكون موليا لأنه يمكنه قربانه من غير شيء يلزم بأن يقربها ولا يتملك مملوكا أصلا هم أصلا أصلا هو في الأعلى صار في نقح حدث استقر الله العليم لأبي يوسف يا رب تغف نورتك علينا يا رب وإن آل لأبي أخي لو سمحتم بالإمكان نضيف هذه الجملة هنا في الأعلى ولو انقربتك في كل مال أملكه في المستقبل في سبيل الله بسم الله الرحمن الرحيم بس بدي أشوف دقيق بسم الله بلحظة وقال لأي فالبات المسترد ولو قال إن اقربت في كل مملوك أملكه في المستقبل يفضل لأنه لا يقدمتك عن جميع السباب لا يقدمتك عن جميع السباب في كل مال مش بدنا بد هاي عبا مش كل مال خلن نقول هنا مش كل مال رح تفضل يعني بدل كل مال نشتب مثلا كل المشكلة هنا قال كل عبد أملكه لو استبدلنا كلمة عبد كل مثلا سيارة أملكها في المستقبل في سبيل الله ممكن تحصل له سيارة عن طريق الإرث وليس فقط عن طريق البيع والشراء يعني هل يمكن هذا أو كل جمال خلن نكتب كل جمال بالله مش مشكلة في الأعلى بس حتى نصح ولو قال انقربتك فكل مال بدل تلمة مال لو كتبنا كل جمال أملكه في المستقبل في سبيل الله فهو مولي جيد لأنه لا يقدر على الانتناء عن جميع أسباب التملك لأن بعد هذه الجملة بدنا نحتو وقال أبو يوسف اللي هي في الأعلى هذه العبارة وقال أبو يوسف لا يكون موليا لا يكون موليا لأنه يمكنه لأنه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه لأنه لأنه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه بعدها نقول بأن بأن يقربها ولا يتملك جملا أصلا اجتب بأن يقربها ولا يتملك جملا أصلا هكذا جعلناها في الأعلى أضفنا هذه الجملة الآن في الأسفل لأبي يوسف أنه يقدر على وطئها بغير شيء يلزمه أن يبيعه ثم يطأها لأبي يوسف أنه يقدر على وطئها بغير شيء بغير شيء أن يلزمه بعدها بأن يبيعه ثم يطأها ولهما نعم طيب ماشي الآن لو حذفناها ماشي خلاص لو حذفناها كاملة تطب هنا انتظر مش مشكلة يعني بس حتى نصح العبارة التي بين أيدينا لو حذفت كاملة ما بيأثر يعني هل تحويلنا لها صحيح أو غير صحيح محل نظر أعيد قراءة مجدد ولو قال إن قربتكم فكل هي عبد أملكه في المستقبل قلنا بلد العبل كل جمل أملكه في المستقبل في سبيل الله فهو مول لأنه لا يقدر على الامتناع عن جميع أسباب التملك يقول لا يريد أن يشتري جملا أو سيارة بس ممكن أن يرث إذن في الامتناع عليه مشقة ومضرة الآن أبي يوسف يقول لا يكون موليا لأنه يمكنه أن يقربها يقربها ولا يتملت جملا خلاص لا يشتري جملا فبالتالي ما عنده مشكلة بعدها استمر وعلى هذا فكل مرأة الزوجة فهي طالق وعلى هذا إذا علق وطأها بالنذر جمل بعينه لأبي يوسف أنه يقدر على وطئها بغير شيء يلزمه بأن يبيعه يبيع هذا الجمل بعينه ثم يطأها لو كان عنده يعني هذه أصبحت الآن تعليل جديد بس هو تابع إجمالا للفكرة السابقة عن أبي يوسف هو قال مثلا انقربتك في هذه السيارة لله يعني نذر يمكنه أن يبيع السيارة ابتداء ثم يقربها ومال السيارة بين يدمه فلا يضره هذا هو التعليل الذي يقدمه ولهما أنه لا يوصل إلى ذلك إلا بالحنث غالبا أو بالبيع يعني لا يقدر أن يقرب زوجته إلا إذا باع السيارة أو أن يحنث وعليه كفارة وأنه مشقة هذا يعني البيع مشقة والحنث أيضا إيش مشقة ولو قال لا أقربك شهرين بعد شهرين فهو أمو لأن المجموع صار أربعة أشهر لأن الجميع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع يعني عندما قال شهرين وشهرين أربعة أشهر كأنه قال كالجمع كأنه قال أربعة أشهر ولو سكت ساعة ثم قال وشهرين بعد الشهرين الأولين فصار بين الشهرين الأولين وشهرين ولو عشر ثواني ولو دقيقة لا يكون موليا لأن ابتداء اليمين الثانية حين حلف فقد تخلل بين الأربعة الأشهر وقت ليس موليا اللي هو مقدار نصف دقيقة مقدار دقيقة فلم يوجد مدة الإله نحن مدة لا نريد أربعة أشهر لو سمحت ماذا مستمرة متتابعة ولو قال والله ولو قال لا أقربك سنة إلا يوما فليس بمول لا أقربك سنة إلا يوما لأن الآن هذا اليوم أي يوم لا نعرف وبالتالي لا يجد عندنا أربعة أشهر ماذا محلوف عليها تماما خلاف النزف وهو يصرف اليوم يصرف اليوم إلى آخر السنة فصار كما إذا تلفظ بها ما معنى إذا تلفظ بها كأنه صار يقول السنة إلا اليوم الأخير لذاك عند زفر صار موريا لأنه حمل اليوم على أي يوم على اليوم الأخير نحن نقول هو أي يوم في السنة فبالتالي لم تعود عندنا أربعة أشهر بلا حلف ولنا أنه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه وذلك في اليوم المستثنى وهو يوم منكر له أن يجعله أي يوم شاء فإن قربها وقد بقي من السنة أربعة أشهر صار موليا لسقوط الاستثناء بخلاف الإجارة لأنه يصرف إلى آخر السنة تصحيح الإجارة يصرف لا يصرف فنصححها يصرف يصرف إلى آخر السنة تصحيحا لها لأنها لا تصح مع التنكير يعني موضوع الإجارة موضوع آخر يقول إذا قال أجرتك الدار إلا يوما أجرتك السيارة إلا يوما جيد نحمل اليوم على أي يوم على آخر يوم يصرف إلى آخر السنة تصحيحا لها هذا للإجارة لأنه لا نريد فيها جهالة الآن هذا موضوع آخر الإجارة يقول يصح فيها بينما الآن والله لا أقرب سنة إلا يوما صار عندنا أشهر خالية من إيش منطق طيب هذا شرحناه قبل قليل بقي يقول فإن قربها نفترض بعد شهرين ثلاثة حصل قربان وهو حلف وهو حلف على السنة كاملة فما بقي لاحظ بعد قربانها إذا كان أربعة أشهر فأكثر يكون نقربها نحن لا نريد حلف الأربعة أشهر فإن قربها في يوم بحيث ما بقي من السنة أربعة أشهر فأكثر سيكون عندنا حلف على أربعة أشهر وبالتالي يكون حنثا هذه بس الجملة الأخيرة مين كان عنده سؤال يسأل مين عنده سؤال طيب صبح وفتن أربعة خمسين فصل وإذا كان أحد الزوجين مريضا لا يقدر على الجباع أو مجبوب أو رتقاء المرأة أو صغيرة أو بينه مسيرة أربعة أشهر أو محبوسا لا يقدر عليها إذن يوجد عذر بسببه لا يقدر على قربان الزوجة ممن ذكرنا الآن يريد أن يقول يكفي الإيلاء أو الفيء آسف الفيء الرجوع معناه يكفي الإيلاء الفيء باللسان أما فيما سبق إذا ما كان يوجد هذه الأعذار لابد من الفيء بالفعل نقول فقال في مدة الإيلاء فئت إليها سقط الإيلاء إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة بحيث لو رجع من الصفر أو شفية في خلال المدة يلزمه الفيء بالفعل وهو الفعل الوطئ انتبهنا بس وهو مسافر الآن أو مريض يكفي أن يقول بلسانه فئته إعلم أن الفيء عبارة عن الرجوع يقال فالظل إذا رجع ولما قصد المولي باليمين منع حقها من الوطئ سمي الرجوع عنه فئا قال تعالى فإن فاء أي رجع عن قصد والفيء نوعان بالجماع والقول عند عدم هاي مهمة عند عدم يعني لا يجوز أن يفيئ بلسانه إلا إذا كان لا يقدر على الجماع بالأسباب التي ذكرنا فالفيء بالجماع يبطل الإيلاء في حق الطلاق والحن جميعان والفيء باللسان الفيء بالجماع يبطل الإيلاء نعم نعم والفيء باللسان بدل عن الفيء بالجماع في إبطال الطلاق دون الحن لحظة الإيلاء مجتمل على أمرين مجتمل على طلاق ومجتمل على حنث على يمين وأحيانا يقع يكونان مع بعضهما البعض بس أحيانا ممكن أن نفصل بينهم كما مرت المسائل السابقة أخذنا اليوم المسألتين هكذا وفيما سبق أيضا مرة معنا أحيانا قلنا حتى بعد لو قال والله لا أقربك مرة بعد مرة بعد مرة يبقى يقع عليها الطلاق فإذا تزوج زوج آخر بطل الطلاق يعني بقي الطلاق في الإلاء بس بقيت الكفار في الإلاء أو بقيت كفار تنبدون إلاء الإلاء ذهب لأن الإلاء هو في النتيجة صار إيقاع الطلاق عند مرور أربعة أشهر بس بعد زوج آخر لم يقع بس اليمين بقي أو لم يبقى بقي فإذا يعني عادة يكون مرتبطان ببعضهم البعض بس ممكن أن نجعل فقط كفارة كما درسنا اليوم وممكن أن يوقع الاثنين نعم اللي هو الإلاء بمعنى وقوع الطلاق فهنا يقول عندما فاء بلسانه عندما فاء بلسانه وهو لا يقدر على الجماع أبطل أبطل ما يكون في الإلاء من طلاق بس الكفارة بقيت ولم لم تبقى بقيت الحنط لاحظ في إبطال الطلاق دون الحنط لأنه يجتمل على الاثنين انتبهنا لها حتى لو قربها بعد ذلك طبعا هو قال والله لا أقرب كأربعة أشهر ثم كان مريضا في الأربعة أشهر ففاء بلسانه ومضت الأربعة أشهر وهو مريض وفاء بلسانه خلص بطل الإلاء صح بطل الطلاق فيه بس من بقيت موجودة بحيث لو قربها بعد الأربعة أشهر ماذا عليه كفارة انتبهنا لها حتى لو قربها بعد ذلك لازمته الكفارة والبدل انما يعتبر حالة العجز الكلام بدل الوطن عن الأصل فيتغير العجز إلى تمام المدة حتى لو قدر على الجماع في بعض المدة ففيء الجماع ففيءه الجماع يعني متى نشترط عليه العجز المستدام في مدة الإلاء العجز المستدام عن الجماع بالأسباب التي ذكرنا في المثل لا غير لأنه لما قدر عليه ولم يفعله قدر على الجماع ولم يفعل فالتقصير جاء من قباله فلا يعتبر عاجزا روية ذاك عن علي وابن عباس وابن مسعود وجماعة من التابعين التفصيل الذي درسنا وصفة الفيء أن يقول فئت إليك أو رجعت إليك فئت إليك أو دقيق فئت إليك أو رجعت إليك هذا كيف يقول باللسان وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقول اشهد أني فئت إلى امرأتي وأبطلت إلى أها وهذه الشهادة احتياطا احترازا عن التجاحد لا شرطا وهذا لأنه أوحشها بالكلام بذكر المنع فيرضيها بالرجوع عنه حقيقة بالوضع بالوضع إذن هنا رواية الحسن قال اشهدوا علي وأبطلت إلى أها بس تعرفون الشهدة تبقى شهد استخباد واحتياط في ما لو حصل إنكار وهذا لأنه أوحشها بالكلام بذكر المنع فيرضيها الآن بكلام أنا فإن لم يقدر عليها يرضيها بغاية ما يقدر عليه وهو الوعد باللسان فيرتفع الظلم جيد تفضل يا أختي استعلي بدل أشي حكيتها عبارة بس ما لاحق تكتب أشي أختي سؤال البدل البدل اللي هو اللسان لأنه هو الأصل في الإله حرمها من حقها في الجماع في يكون بتحقق الجماع إذا كان لا يقدر على ذلك إذا كان لا يقدر على ذلك يصبح يكفي الفيء باللسان فئت إليك يقول وكنا نتكلم هنا كيف يكون باللسان ما هي طريقته ما هي ألفاله طيب فإن قدر على الجماع بعد ذلك في المدة لزمه الفيء بالجماع إن قدر على الجماع يلزمه لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف فعليه أن يفيء بالجماع وبينهما أقل من أربعة أشهر إلا أنه يمنعه السلطان هو آل منها والله لا أقرب وبينه مسافة أقل من أربعة أشهر لكنه عذر أن السلطان يمنعه أو عدو يعني بينه وبين زوجته السلطان لسبب معين هو مطالب بمال مطالب بغيره فبالتالي لا يقدر أن يصل إليه مع أنه ليس بعيد مسافة سفر منها أو عدو أو كان أحدهما محرما واستمر الإحرام أربعة أشهر يعني مثال لا يصح فيئه إلا بالجماع لأنه قادر عليه وقال زفر في الإحرام فيئه القول لأن المنع من جهة الشرق وهو الحرمة فكان عذرا قلنا الحرمة حق الشرع والوطء حقها وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره طيب الآن أرجع لهذه التي بدأنا بها اللي هو بدأنا إلا أنه يمنعه السلطان أو عدو انظروا أو ماذا بعدها قال محرم هذه الحالات الثلاثة طالما أنه أقل من مسافة السفر هنا يقول لا يكون فيئه إلا أيضا بماذا بالجماع فهل اعتبرناها أعذار للانتقال لم نعتبرها زفر اعتمر من بينها فقط الإحرام أنه عذر أما الأخريات هل اعتبرها لم يعتبرها لا تنقل الفيء من اللسان أو لا تنقل فيء من الوطء إلى اللسان وإنما يبقى لازم عليه ماذا يبقى لازم عليه أن يكون بالوطء تهمناها بس هذه قال وإن قال لامرأته أنت علي حرام فإن أراد الكذبة صدقة لو سمعتم الآن هذه ليست مسألة فيئ وإنما أعم وعادت أن يذكره في آخر مساء الكتاب فهو الآن قال أنت علي حرام هذه تحتمى الاحتمالات متعددة ونرجع إلى نيته وقصده فلو قال أنت علي حرام وقال أنا أقصد بها الكذبة يعني هي أصلا حلال فلا تكون حراما فيصدق يعني بالتالي لا نقح أصلا يعني بس صورها لكم أقول لك هذا القلم ليس لي بس هو لي فأنا أقصد الكذب يعني أنا أكذب في ذلك هو يقول هي علي حرام وهي حلال له فهو فقط يكذب فهمناها قصدت الكذب فهمناها فلا يقع شيء هذا الصورة الأولى لأنه حقيقة كلامه ما هو حقيقة كلامه إنه كذب لأنه هي أصلا إيش حلال لا تكون وقيل لا يصدق لأنه يمين ظاهرا يعني في قول أنه لا نصدق بذلك أنه أراد الكذب وإن أراد الطلاق بهذا الكلام أراد الطلاق نوقع عليه إيش الطلاق لأنه أنت علي حرام تعرفون ممكن أن تكون كناية وممكن أن تكون صريح في بعض البلاد وإن نوى الثلاث في علي الحرام لأنه كناية والكناية يمكن أن نقح ثلاث أو لو نقحها نقحها إذا نوى وإذا أراد الظهار أنت علي حرام يعني أنت علي صار كظهر أمي يمكن أن نقبل يمكن في الظهار لأنه في الظهار لأنه في الظهار نوع حرمة وقد نواه بالمطلق فيصدق لأنه من باب إيش المجل وقال محمد لأنه من باب المجل وقال محمد لا يكون ظهرا لعدم التشبيه بالمحرمة لأنه في الظهار أنت علي كظهر أمي لابد أن يستخدم الكاف علي كأمي كظهر أمي فلم يستخدم لا يكون ظهارا وإذا أراد التحريم أو لم يرد شيئا فهو إله إذا استخدم هذا اللفظ ولم يرد شيئا فإذا هو صار يمينا وإذا كان يمينا صار إيش إيلا أو أراد التحريم وتعرفين تحريم المباح يمين تحريم المباح إيش يمين لأنه تحريم الحلال يمين وهذا هو الأصل وموضوعه كتاب الأيمان والمتأخرون من أصحابنا صار في لفظ التحريم إلى الطلاق يعني صار في بعض البلاد في عرفهم عندما يقول لزوجته أنت علي حرام كأنه قال أنت طالق فهذا في عرف بلاد يعني لا يستخدمون لفظ أنت طالق بقدر ما يستخدمون أنت حرام انتبهتم؟ فهذا يرجع للعرف لذلك قال يقع بغير نية والحقوه بالصريح لكثرة الاستعمال والعرف الواقع فيه في لفظ علي الحرام الآن بس أريد أن أرجع لكم لبداية المسألة أنت علي حرام لو أراد الكذب نصدقه لو أراد الطلاق نوقحه طلاق لو أراد الظهار نوقحه ظهار لو أراد التحريم أو لا شيء نوقحه إيش؟ إلى آن وهذا يرجع إيش لو سمحته؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى إلى اللفظ في ذاتك إلى اللفظ المستخدم في ذاتك انتبهتم لها؟ ترجمة نانسي قنقر